السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب الجميع يكون بخير معنا دلوقتي lesson 3 الدرس التالت في unit 7 الوحدة السابعة اللي هي homes in Egypt او المنازل في مصر الدرس التالت اسمه ancient Egyptian homes يعني المنازل المصرية القديمة او المنازل في مصر القديمة او منازل القدماء المصريين نسموا زي ما تحبوا تسموا تعالوا نشوف الاول vocabulary الكلمات اللي عندنا وبعد كده ندخل على الدرس يا لابينا ancient Egypt يعني مصر القديمة mud bricks يعني الطوب اللبن او الطوب الطيني mud اللي هي الطينة طين وbrick يعني bricks اوالب الطوب يبقى mud bricks الطوب اللبن furniture يعني اثاث papyrus papyrus ولا البردي او نبات البردي sleeping area area يعني منطقة او sleeping noom يبقى sleeping area منطقة النوم cool يعني نطيف او معتدل حرارة roofs اللي هو اسقف يعني جمع سقف roof يعني سقف roofs اسقف read mat mat يعني سجادة او مكدة وريد اللي هو الجريد يبقى read mat سجادة من الجريد countryside اللي هو الريف oven الفرن pot يعني اناء او عاء زي حلة flat يعني مسطح مفروض the nail اللي هو النيل نهر النيل wall hot او جدار brick يعني قالب طوب cooking الطبخ families جمع كلمة family family يعني عائلة families يعني عائلات wooden box يعني صندوق خشبي basket يعني سلال جمع basket اللي هي السلة wind يعني رياح poem يعني قصيدة mud اللي هو الطين او tummy طمي النيل strong يعني قوي drinking الشرب washing الغسيل جي افعال محتوط لها ing drink يشرب drinking الشرب wash يغسل washing الغسيل insects يعني حشرات crops محاصيل special style اسلوب مميز gate بوابة bank يعني ضفة النهر اه ندخل دلوقتي على الافعال يلا بنا اه الافعال زي ما احنا عارفين عندنا نعيم الافعال في افعال regular منتظمة وافعال regular منتظمة الافعال المنتظمة store يعني يخزن والماضي stored use يستخدم والماضي used يعني استخدم cover يغطي والماضي covered paint يدهن والماضي painted relax يسترخي والماضي relaxed الافعال غير منتظمة عند blow تهب يعني لما اقول مثلا the wind blows يعني الرياح تهب والماضي blue grow يزرع او ينمو والماضي grew grow انا اسف لو انا قلتها grow لا جي grow والماضي grew build يبني والماضي built sleep ينام والماضي slept make يصنع والماضي made keep يحفظ او يربي لما اقول مثلا ايه farmers keep مثلا sheep يبقى المزارعون يربون الشيب اللي هما الخرفان والماضي بتاعتها kept تمام ندخل دلوقتي على الدرس بتاعنا تعالوا نشوف الدرس بيتكلم عن ايه بس في جزئية قبل ما ندخل عالدرس شوية اسئلة على الكلمات تعالوا نحلوهم وبعدك ندخل عالدرس بتاعنا بيقول لي beds اللي هو جمع bed bed يعني سرير beds يعني الاسرة جمع سرير chairs كراسي and tables والطرابيزات ار يكونوا يكونوا ايه يكونوا furniture furniture يعني اثاث we use نحن نستخدم احنا بنستخدم وطر الماء for lay washing washing اللي هو الغسيل cooking الطبخ و ايه تاني and drinking drinking اللي هو الشرب the a is يكون on the top on top يعني قمة top يعني قمة of the house المنزل ايه اللي بقى موجود في قمة المنزل roof roof اللي هو السطح farmers المزارعون grow يعني زرعوا الموجود بتاع الفعل grow grow يعني يزرع والموجود بتاعها grow يعني زرع يبقى grow يزرع و grow زرع زرعوا lot of يعني الكثير من الكثير من ايه crops يعني المحاصيل طيب آآ ندخل بعد الوقت يا عدرس بتاعنا بيقول لي ancient Egyptian homes يعني منازل مصر آآ القديمة او المصريون المصريون القدماء بيقول لي in ancient Egypt يعني في مصر القديمة many people many يعني الكثير من people يعني الناس made يعني صنعوا their homes منازلهم near يعني بالقرب من the nile the nile they whom used استخدموا its water مياهه for lay drinking الشرب تاني cooking الطبخ and washing الغسيل they whom also ايضا هما ايضا عملوا ايه used استخدموا mud mud اللي هو الطين او tummy tummy from men the river to make لكي يصنعوا لكي يصنعوا ايه bricks bricks اللي هو الطوب for lay their houses منازلهم the mud bricks اللي هو الطوب اللبن او الطوب اللي بيتصنعوا من tummy meal made يعني صنعوا very strong walls walls يعني حوائط وvery strong يعني قوية جدا طيب تعالوا نشوف تعالوا نكمل ايه تاني بعد كده بيقول لي ancient ايجيبشنز يعني ايجيبشنز يعني المصريون القدماء المصريون القدماء wanted يعني ارادوا to keep يعني كيب يحفظوا their homes منازلهم cool cool يعني باردة تمام the mud اللي هو the mud bricks اللي هو الطوب اللبن الطوب ومد اللي هو اللبن او الطمي الطوب اللي مصنوع من طمي النيل helped do this يعني ساعد في عمل هذا يعني ايه عمل هذا يعني خلى البيوت باردة ما تبقاش حرة some people يعني بعض الناس also ايضا painted يعني دهنوا their homes منازلهم وايت يعني ايه مستر وايت يعني بيضاء ليه بقى to make لكي make them لكي يجعلوهم يجعلوا منازلهم cooler يعني اكثر برودة تمام طب ليه يا مستر ازاي اللون الابيض خلى منازلهم اكثر برودة لان زي ما احنا عارفين ان اللون الابيض بيأكس دوء الشمس تمام فيما يمتصش دوء الشمس فيخلي البيوت من جوه باردة ancient Egyptian المصريون القدماء وهومز منازل منازل المصريون القدماء all جميعها had يعني كان لديها كل البيوت كان لديها flat roofs roofs يعني اسطح و flat يعني مسطحة يعني مسطحة يعني مفروضة flat كده which والتي were كانت the coolest part part يعني جزء و coolest يعني الاكثر برودة of the house الاكثر برودة of the house من المنزل families يعني العائلات often يعني غالبا cooked طبخت و ate وكلوا relaxed يعني استرخوا and slept وناموا there هناك هناك يعني فين فوق الاسطح on hot nights في الليالي hot الساخنة او الليالي الحارة كانوا بيناموا فين on the roof على السطح بتاع المنزل طيب ايه تاني the furniture furniture اللي هو الاثاث اثاث المنزل اللي هي الكراسي والترابزات والسرير the furniture الاثاث in ancient Egyptian homes في منازل المصريون القدماء was كانت للاثاث يعني كان very different different يعني مختلف very يعني جدا from today يعني مختلف عن today يعني اليوم الوقت الحاضر there were يعني كان يوجد there were يعني كان يوجد read mats mats يعني السجات وريد مصنوع من الايه مصنوع من الجريد to sit and sleep on لكي يجلسوا and where sleep يناموا on عليه they used هما استخدموا papyrus papyrus لهو نبات البردي to لكي cover يغطي the windows windows ويندوز يعني الشبابيك كانوا عاملين يعني النبات البردي زي and doors والابواب this وهذا kept يعني kept يعني حفظ the insects the insects اللي هي الحشرات outside يعني بالخارج يبقى ده خلى الحشر يعني حفظ الحشرات في الخارج منع الحشرات ان هي تدخل جوه لان هي كانوا بيستخدموه زي السطارة يغطي بيه الشباك in every home يعني في every يعني كل home منزل there were كان يوجد كان يوجد ايه large pots pots يعني اواني large يعني كبيرة and baskets baskets يعني سلال for storing storing يعني تخزين store يعني يخزن storing يعني تخزين تخزين ايه crops يعني محاصيل and wooden boxes boxes يعني سناديق wooden يعني خشبية تمام طيب السناديق الخشبية دي كانت اهميتها ايه for the clothes clothes اللي هي الملابس not many people ليس أو like many يعني كثير people ليس كثير من الناس had كان لديهم beds يعني السرة جمع السرير or chairs أو كراسي يعني ما فيش ناس كتير كان عندهم سراير with chairs كراسي طيب ايه تاني in cities cities يعني مدن in cities في المدن people الناس lived يعني عاشوا very close يعني قريب و very يعني جدا together يعني معا يبقى في المدن الناس كانوا بيعيشوا وريبين جدا مع بعض and were so لذلك ولذلك they هم built يعني بنوا their houses منازلهم طولر يعني أطول with be two floors two floors يعني دورين تمام floor يعني احنا قلنا floor اللي هي تمشي الأرضية وتمشي الدور الطابق يبقى two floors يعني طابقين this وهذا saved يعني وفر الموضوع ده وفر space space يعني مساحة so لذلك they could هم استطاعوا build يبنوا more houses more يعني أكثر houses منازل يعني في المدن كان الناس بيعيشوا جنب بعض فكان ممكن تلاقي في بيت مكون من دورين عيلة تعيش في الدور اللي تحت وعيلة تعيش في الدور اللي فوق ده عمل ايه ده وفر منازل بدل ما ما الأرض يتبنى فيها بيت واحد لا ده وفر منازل لإيه لناس أكثر تعيش city houses يعني منازل المدينة joined together joined يعني انضموا together معا just like today just like today يعني مثلة مثلة today الوقت الحاضر زي احنا دلوقتي عندنا عمرات بالعكس بقى العمرات دلوقتي ممكن يبقى فيها دلين وثلاثة واربعة وخمسة عشان ناس تعيش ايه مع بعض in the countryside countryside اللي هو leaf houses المنازل عادة only يعني فقط had كان لديها one floor يعني طابق واحد and where they also هم ايضا had كان لديهم كان لديهم a garden يعني حضيقة they grew هم زرعوا vegetables خضروات and where kept يعني ربوا chickens يعني الدجاج there يعني هناك فين في ال garden اللي موجودة جيه تمام؟ طيب تعالوا نشوف الجزئية جيه القطع جيه بتقول ايه بيقول لي buy the banks banks قلنا معناها دفاف buy يعني big war big war the banks of the ancient river nile ancient يعني قديم river nile نهر النيل نهر النيل زماني يعني القديم يبقى على دفاف نهر النيل القديم Egyptian houses houses يعني المنازل المصرية had كان لديها خد بالك had الماضي بتاعت have تمام؟ يبقى have لديه او لديهم had كان لديهم a special style style يعني نظام او نمط و special يعني مميز كان فيه نمط مميز dark inside with small windows يبقى dark يعني غامق او مظلم inside يعني بالداخل with يعني b small windows يعني شبابيك small صغيرة طيب ايه تاني read mats يعني سجاجي و read مصنوعة من الجريد تمام؟ on the roof على السطح roof اللي هو السطح where يعني حيث the cool wind الرياح الباردة blows يعني تهب outside under the stars outside يعني بالخارج under the stars يعني تحت النجوم at night يعني بالليل one family يعني عائلة واحدة together يعني معا feeling آآ تشعر all right all right يعني على ما يرام هو عاملها لك هنا بشكل ايه؟ بشكل قصة يعني بيحكي لك قصة اني كانت البيوت البيوت شبابكها الصغيرة آآ والاسطح آآ كانت بتتت بتفرش فيها ريد ماتس يعني سجاجيد مصنوعة من الجريد آآ على السطح وآآ وبيبقى الجو بالليل طبعا لطيف تمام؟ فالناس زمان قدما المصريون كانوا بيريحوا بيناموا فين على السطح تمام؟ فبيقولك ايه؟ أسرة يعني نيمة على السطح وتحت النجوم feeling all right يشعرون على ميلان يعني على ميلان يعني مبسوطين mud from the nail mud يعني اللي هو الطين from the nail من النيل made صنع their walls الحوائط بتاعتهم حوائطهم أو their walls safe and strong يعني آمنة and strong وقوية and never to fall never يعني أبدا وfall يعني تسقط يعني عمرها ما كانت بايه؟ بتسقط أو تقع لأن هي كانت قوية كده يبقى خلصنا الدرس التالت بتاعنا فهمنا الموضوع بيتكلم عن ايه؟ فهمنا البيوت في مصر القديمة كانت عاملة ازاي؟ هنقف لغاية هنا وإن شاء الله في الفيديو الجاي هندخل على تدريبات الدرس التالت أتمنى تكونوا استفدتوا وستمتعتوا ما تنسوش لو عجبك الفيديو اعمل لايك لو لسا ما اشتركتش في القناة علشان توصلك فيديوهات جديدة لباقي الدروس اشترك في القناة ونضم لصفحتنا على الفيسبوك القناة والصفحة الاثنين باسمها مستر كنت أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جاي وسلام